طبيعي جداً إنه لما بيحصل تحرك في سعر الصرف بعدها بيحصل حاجة اسمها أوفرشوتينج الأوفرشوتينج ده بيبقى نوع من أنواع عدم معرفة أو عدم يقين من المتعاملين هو سعر الصرف هيقف فين؟ فين النقطة اللي هيبتدي يحصل فيها التوازن بين قوى العرض والطلب؟ وإحنا شفنا ده في 2017 لما سعر الصرف كان تحرك من 13 ل 18.70 يمكن على قد ما أتذكر وبعدين لما الدنيا هديت والناس بقى عندها يقين إنه خلاص المصادر الدولارية مستقرة رجعنا نزلنا تاني لل 16 وال 15 و 60 تقريباً طبيعي برضو إن إحنا نرجع نشوف بعض مظاهر القوى للجنيه لما الدنيا عالمياً تستقر ونبتدي نشوف المصادر الدولارية بترجع تاني بقوة وعلى رأسها طبعاً مثلاً أرقام السياحة النهاردة إحنا شفنا وزارة السياحة بتتكلم إنها تفتح مجالات وحجوزات في دول كتيرة إن إحنا نحاول إن إحنا يعني ما نبقاش معتمدين على وجهة واحدة للسائحين في مصر وبالتالي لما يحصل تعافي نسبي في أرقام السياحة طبيعي جداً إن بعد شوية برضو لما الدنيا تستقر عالمياً الناس تشوف التجديد النقضي هيوصل لفين في الولايات المتحدة المحافظة المالية أكيد هتبتدي تدخل تاني في الأسواء النشأة وهيجيلنا نسبة منها برضو في تركيز جامد قوي في ملف التصدير بشكل عام النهاردة الدولة وصلت لمجموعة سلع إحنا بنستوردها ولكن من السهل إن إحنا نستبدلها بمنتجات محلية أو نصنع البديل لها محلياً فملف التصدير وإحلال الوردات بشكل عام فيه شغل بيتعامل فيه فبرضو المرضود لكل السياسات دي هيبتدي ياخد أثره وهنبتدي نشوف أثره على سعر الصرف وهنلاقي إن حصل هدوء نسبي في الأرقام ولكن ده محتاج شوية وقت يصعب تحديد موعد لتطورات عالمية ما حدش عارف أصلاً هي هتنتهي إزاي يعني هل النهاردة إحنا وصلنا هل في حد عارف مثلاً الأزمة الروسية الأوكرانية والنقص اللي بيحصل في السلع وأسعار السلع العالمية هيحصل فيها هدوء نسبي إمتى دي حاجة غير معروفة الحاجة التانية النهاردة التجديد الناقضي اللي بيحصل في أمريكا مثلاً اتكلمنا يعني هم أول السنة حتى كانوا بيتكلموا على رفع ثلاث مرات إحنا النهاردة بنتكلم على رفع ست مرات وبالنسبة لهم بيعملوا تحركات بيشوفوا مرضوض التحركات دي وبعدين بياخدوا قراراتهم على الخطوة القادمة وبالتالي يصعب إن إحنا نقدر نعرف طب هي المحافظ الاستثمارات في أدوات العائد السابت هترجع الأسواق النشأة إمتى وحتى لو رجعت هيكون حجم الدخول أو حجم الاستثمارات دي الواقع بتاعها قد إيه يعني أسئلة كتيرة جداً مرتبطة بالتطورات العالمية أكتر ما هي مرتبطة يمكن بتطورات داخلية أو سياسات داخلية إحنا من جهتنا فيه سياسات داخلية شغالين عليها عشان نحاول إن إحنا نوصل لوضع أكثر استقراراً ولكن يعني ده محتاج شوية وقت في إعتقاضي إن يعني ممكن ما يبقاش قبل الرابع الرابع يمكن من عشرين اتنين وعشرين لما نشوف التطورات على الصعيد العالمي هتستقر فين ونبتدي نشوف فعلاً مرضوض ده على الأرقام فأعتقد يعني مش قبل الرابع الرابع من عام عشرين اتنين وعشرين ترجمة نانسي قنقر